طيب فيه ناس بتحصلها منذ الصغر حادثة أو حاجة وحشة أو حد فقد حد من أهله أو من حياته فالحاجة دي بتفضل من لازمة عمره كله حتى لو من هو في الطفل حد بيفقد حاجة بيفقد حد معين عزيز عليه بيفقد مثلا عمل حادثة حاجة وحشة يعني بيفضل متذكرها عمره كله نقول إيه للناس إن هي يعني عشان تحاول تحاول ما تتذكرش حاجة زي كده تأثر على حياتها المستقبلية يعني وهنا لازم يرجع بقاعة الإيمان بالقضاء والقدر لازم مؤمن بالقضاء ده حصل للحد سريق أو حد فقط حد دائما بالقضاء والقدر لازم بقا وسع الإدراك عندي بقا والشيخ شعراكم بالكلفة الجزئية قالك الإدراك هو بداية التغيير وطبعا الكلام ده تشافوه علميا في الأبحاثة العلمية في جامعة غرفرة الإدراك أصل التغيير فأنا أدرك بقا المعلومة أكتر طب أنا الشخص اللي توفى دوت طب هو راح فيه هل عندي ربنا سبحانه وتعالى دي أول حاجة طب أنا رايح له فالواحد بيدي أبطمي أنا بوسع الدائرة أنا رايح له النتيجة هو هناك كلهم هناك إحنا رايح له يعني هما مش هيجوا تاني لا إحنا ده رايح له فحاجة دي بتطمنهم فدي بتطمنني الحاجة التانية أحاول أعمل ردة نفسي لي أشوف إيه اللي أنا أقدر أوصله له دعاء صدقاء أدور بقا هنا بقا هنا المعلومات بقا أدور عدتها إذا أنا ممكن أخدمه بيها طب هو الحدسة مثلا طب هو لحد حصل له بعد الشرح حدسة أو كده وأمنها طبعا صح إيه وأمنها الحمد لله حصل له حدسة وأمنها تم ياشي ده ما في ناس ماتت في الحدسة ما لازم أفكر في كده إن ربنا نجاك فعلا ربنا نجاك هنا بقا يعمل إيه طب هو ليه ربنا سبحانه وتعالى نجاني كده ربنا كتب لي عمري تاني أو أكيد ربنا سبحانه وتعالى تقدر لي أن نعيش تاني طب ليه عشان أبدأ بقا هنا أتجه لربنا أبدأ أعمر الأرض أبدأ أشتغل شغل طب عد رمضان وعد العيد وكذلك حرك طيب هل رمضان فيه فرصة لأننا نجدد أو نغير حياتنا أو نجددها أو نغيرها طبعا ورمضان ده شعر التغيير وشعر العبادة طبعا بس هاي بقول شعر التغيير ليه إن رمضان ده هو ده فيه تجديد الحياة كلها يعني علاقة مع ربنا بتتحسن علاقة مع نفسي إزاي علاقة مع نفسي بتعلم الصبر وتعلم اتخاذ القرار التغيير نفسه قرار لو احنا نتكلم عن التغيير